يا الله أنا مش مصدق أبداً 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 من يصار معايا أنا كنت متجه للجنوب وأنا الآن أسير في الطريق الجنوب الطريق الآمن اللي بيحكي عنه الاحتلال وأنا قاعد بمشي قابلتني دبابات الاحتلال والعساكر العساكر الاحتلال فأنا ماشي زي الناس مع الناس يعني ماشي كأني مدني لست صحفي فأوقفني الاحتلال زعق علي أبنى الضارة شمسية أبنى الضارة شمسية تعال هون رحت عنده صرت أتقدم قال لي ارمي غراضك رميت غراضة قال لي قدم 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 قدمت مشيت عنده بينه وبينه مترين تقريباً فقال لي وين هويتها قلت له ما معي هوية قال لي ايش اسمعك قلت له محمد الحلو فبعدين قال لي اصح جوالك لفوق بتاع ذلك يعني وقفني ساعتين كاملين بعدين قال لي اجلس قعدت انا قلت خلاص هي النهاية قال نصد قدامي والدبابات والجنود انا قلت خلاص هاي النهاية انا هاي النهاية بأجوبة بأجوبة والله بلطف الله عز وجل بلطف الله انا نجوت راح الجندي بعد شوي قال لي لوخ كمل طريقك سمعت هاي الكلمة وانا مصدقتش حكت معقول خد شنتتي وغراضي وافكح يا ولد كبسها وهيني انا ماشي في الطريق والله العظيم يا اخوان شيء لا يصبق كبس تكتير ناس سعدت كتير ناس الحمد لله وانا هناك كمان كان في ناس وقفوهم وياخدوهم كان يشلح كل اوعيه بعدين يجي الجندي ويمسك كان يعني مشلحوا كل اوعيه يغطى اينيه ويكبس ايديه ويكتفهم وبعدين الجندي يش ياخدو انا شهدت تلاتة من الشباب المدنيين العزل مفيش عليهم ولا حاجة اخدهم الاحتلال وما حدش بيعرف مصيرهم والكثير الكثير من الشباب اللي زيلك الحمد لله رب العالمين انا بخير وهيني ماشي في الطريق وان شاء الله بوصل للنقطة اللي انا بدي اوصلها بخير والتغطية مستمرة حتى اخر نفس